لكن الحقيقة النهاردة ليا كده كلمتين في المؤدمة وهم كلمتين مهمين جدا كل الناس من مبارح في حالة انبهار بابراهيم عادل الهدف اللي سجلوا من بعض نص الملعب وقاب مصر للفوز على موريتانيا وضمان التأهل الى نهايات الامم الافريقية القادمة في ديسمبر المقبل باذن الله في المغرب الشقيق ماشي جميل وحلو ميت فل واربعتاشر طيب كلنا عارفين ان ابراهيم عادل راح الى اسبانيا وانتخل الى اسبانيا وكان عنده عرض ان لم تخني الذاكرة من نادي ختاف الاسباني والناس كانوا عايزينه بنسبة الف المية ماشي نادي بيرامز رفض حقهم حال شقدر يقول حاجة خالص يعني لكنه انا عايز اسأل لو انه الكلام ده كان مع النادي الاهلي لعيب في النادي الاهلي وجالوا عرض في الدور الاسباني والنادي الاهلي رفض كان ايه اللي حصل كانت قال ايه على النادي الاهلي النادي اللي مش عايز مصلحة الكرة المصرية النادي اللي مش عايز ايه النادي اللي ايه اللي ايه خلي بال حضراتكم انا بقول لكم هذا حق اصيل لنادي بيرامدز قولا واحدا مش هجوم خالص على نادي بيرامدز انا بتكلم على الناس بقى اللي هتفضل تكتب وتتكلم وتقول عشان تطلع انه النادي الاهلي ده بيقف ضد مصلحة مصر وبيقف ضد مصلحة الكرة المصرية وانه مش عايز الكرة المصرية وانه ما بيفكرش اللاف نفسه ولا فزاته كل واحد بيفكر في مصلحته حقه تماما يعني لكن في المقابل مع بعض اعتراض الجميع انه ابراهيم ما سافرش وما احترفش وانه لو احترف في الوقت ده والولد كان متقلق في الولمبياد وكان مكسر الدنيا وكان عامل شغل مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده وبالتالي جالوا عرض الاحتراف في اسبانيا مع كل ده صغر سن اللاعب وانه الناس محتاجين لعيبة مصرين يحترفوا خاصة صغار السن بيجي للنادي الاهلي عرض لواحد من افضل لعبي محمد عبد المنع اللي اسمه دلوقتي محطوض من ضمن افضل اللاعبين في افراخي يعني هو مع محمد صلاح المترشحين من ضمن افضل اللاعبين في افراخي فلما جي العرض بتاع نيسي الفرنسي النادي الاهلي بدأ يتفاوض يتكلم ويقول ويحكي منعم عايز يسافر عايز يحترف النادي الاهلي قال له انت وظروفك هنا والحدوتة واحنا محتاجينك ومش محتاجينك وا 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 لكنه هو الولد صمم على الاحتراف فالنادي الاهلي كان ايه شكرا جزيلا يلا يا منعم بالتوفيق ان شاء الله سافر واحترف وربنا يكرمك وربنا يوفقك وهذا ما حدث هو موجود في نيس ساعات بيلعب ساعات ما بيلعبش وحيلعب وحيشبع لعب ان شاء الله وحيتبسط لكن هنا بقى عشان الناس اللي دايما بتاخد النادي الاهلي البانة ببقها وبتوقع تتكلم وتقول وتحكي هم مش عارفين القصة ان هم مش عارفين القصة انه انت النهاردة انا عايزة هاجم النادي الاهلي هاجم الاهلي انه بتطلعش العبته واحترفه مين قال لك لان النهاردة كمان فيه مفاجأة جميلة النهاردة فيه امر سيد معوض ناشئ النادي الاهلي بيحترف في الريال بيتس الاسباني على الرغم من انه لسه طلعهم اصابه الحمد لله بقى ميت فلو 14 لكن الولد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا بيكرمه بيجيله العرض والنادي بيتمسك به والنادي الاهلي بمنتهى الشياكة والاناقة والجمال والولد ده مستقبل النادي الاهلي ودليل ان النادي الاهلي مضى معاعد احتراف والامور جميلة جدا عشان كده قال له طبعا فضل يا ابني ما فيش مشاكل وهقول لك انا بعد شوية تفاصيل في العرض بتاع عمر سيد معوض هنا بقى دور النادي الاهلي بيعمل ايه رامي ربيعة قبل كده سفر واحترف في سبورتنج الشبونة البرتغالي محمد شريف راح نادي الخليج السعودي وغيرهم من اللعبين سفروا لعبوا ومنهم اللي رجع ومنهم اللي حيرجع ومنهم اللي كمل مشوار الاحتراف وغيرهم من اللعبين هنا ده دور بيقدموا النادي الاهلي انا بس بطلب من التاني وثالث ورابع من حق بيراميز ان يتمسك باللعب بتاع هنا ما بتكلمش على النادي بس انا بتكلم على ردود الافعال هنا لازم تشيد بالنادي الاهلي بسياسة النادي الاهلي اه جمهوره على فكرة زعلان جدا ان ما انا عمشي ومتداي ان ما انا عمشي ومش مبسوط ان ما انا عمشي لكنه في النهاية هناك صالح عام لو صالح الكرة المصرية وصالح خاص لو صالح اللاعب ورغم انه النادي الاهلي في اشد الاحتياج لكنه صفر منه والكرة المصرية في اشد الاحتياج لاحتراف اللاعب زي ابراهيم عادل وما حدش بس يقولك انت اه عشان الكبري والحدوتة لا يا باش خالص واذا طلع ابراهيم عادل للاحتراف ما يرجعش غير وعنده 37 سنة يكون خلص قصة الاحتراف في الخارج كلها يروح بقى من اسبانيا على انجلترا على المانيا يطلع على اندية تانية ربنا يكرمه ورب يوفقه فدي نقطة كان لازم اتكلم فيها وكان لازم ابدأ بيها النهارة اشتركوا في القناة